قيل سمي الإنسان إنسانا لأنه كثير النسيان كما قال الله عز وجل ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة وإذا نسي الإنسان في عبادته في صلاته شرع له أن يجبر هذا النسيان إذا كان عن زيادة أو نقص أو شك هذه ثلاثة أشياء بسجدتي السهو وهنا ثلاث مسائل يجب معرفتها أولا صفة سجود السهو وهي سجدتان زائدتان على الصلاة الأمر الثاني هل تكون قبل السلام أو بعد السلام الأمر الثالث لأي شيء تكون سجدتي السهو في الركن أو الواجب أو المسنون فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الركن ثم جبر هذا الركن بأنفع له ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو بعد أن أتم الركن وبعد أن سلم قالوا وأخذ من الحديث أن الكلام لأجل مصلحة الصلاة لا يبطلها وفيه أن النقص في الصلاة بترك واجب يجبر بسجدتي السهو متى تكون سجدتي السهو قبل السلام أو بعد السلام أجاب الشيخ منباز رحمة الله عليه في هذا فقال الأمر واسع في ذلك فكل الأمرين جائز وهما السجود قبل السلام وبعده لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأفضل أن يكون السجود لسه قبل السلام إلا في صورتين ذكر الأولى فقال إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر الصورة الثانية إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا في الرباعية أو ثلاثا في المغرب أو واحدة أو ثلاثا في الفجر لكنه غلب على ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية لحديث بن مسعود المذكور في جواب السؤال وقال بعض أهل العلم عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعد السلام فالأفضل أن تكون سجدتا السهو بعد السلام إلا في الأحوال المذكورة سابقا والأمر كما قال الشيخ منباز رحمة الله عليه واسع بإذن الله أما المسألة الثانية هل تجب سجدتا السهو في كل سهو أم تختص بالركن والواجب دون المستحب الأصل أن السهو سجدتا السهو شرعت لكل سهو فإن كان بنقصان ركن يجب عليك أن تأتي به وأن تسجد سجدتي السهو وإن كان بزيادة الركن فحينئذ تلغي هذا الركن وتأتي بسجدتي السهو أما الواجب فإن كان بترك التشهد الأوسط وقد قمت قياما لقراءة الفاتحة فإنك تستمر في الصلاة وتسجد سجدتي السهو قبل السلام وإن كان بترك مسنون فقال بعض أهل العلم تستحب سجدتي السهو والله أهلا